منذ احتلال المدينة عام سبعة وستين سيطرت الحكومة الإسرائيلية على كل ما هو مقدسي حتى أصبح التهويد كالسرطان يتفشى في أرجاء العاصمة كبابن البريد الواقعي في قلب المدينة المقدسة أول شارع صلاح الدين الأيوبي بالعودة إلى تاريخه كانت الأرض البالغ مساحتها دنمين وقفاً للشيخ محمد الخليلي امتلكت الحكومة الأردنية الأرض عام الف وتسعمائة وتسعة وخمسين بهدف إقامة مشروع للنفع العام فأقامت مبنى للبريد لخدمة المقدسيين حتى استلاء ما يسمى حارس أملاك الغائبين على ممتلكات الحكومة الأردنية عام سبعة وستين حولت الحكومة الإسرائيلية المبنى المكونة من ثلاثة طوابق إلى مكتب للبريد ومركز للشرطة ومكتب لشركة الاتصالات الإسرائيلية ثم باعت الأخيرة القسم الذي تشغله إلى الجمعية الاستطانية عطيرة كوهانيم لتحوله إلى مدرسة دينية يهودية بهدف تعزيز الوجود الإسرائيلي في شارع صلاح الدين الأيوبي مخالفة بذلك القوانين الدولية باعتبار المبنى وقفاً محمياً هذا الاعتداء على معلم مقدسي بارز يأتي في إطار عملية التطهير العرقي التي تنتهجها حكومة الاحتلال بهدف تطويق المدينة وتهويدها ولإخفاء الطابع العربي الإسلامي عبر سرقة المعالم الأثرية وتزييف الحقائق على الأرض ترجمة نانسي قنقر